على أصوات القنابل في سوريا ولبنان وصل وزير الخارجية الإيراني إلى بيروت والتقى مسؤولين لبنانيين قبل أن يتوجه إلى سوريا في لبنان فجر عبداللهيان قنبلة مواقف وتهديدات طالت تل أبيب متوعدا نتنياهو بيومه الأخير في حال شن حربا واسعة على لبنان وأعلن الوزير الإيراني عن تبادل للرسائل بين طهران وواشنطن خلال الأسبوع الأخيرة بهدف التهدئة في غزة ولجم حزب الله عن الخراط بحرب واسعة وشاملة مع إسرائيل وفي الملف الفلسطيني لفت عبداللهيان إلى أن هناك مباحثات إيرانية سعودية مستمرة من أجل وقف الحرب في غزة مضيفا أن طهران ستدعم أي مبادرة بشأن غزة والظفة الغربية وحول الهجمات في البحر الأحمر تمسك وزير خارجية طهران بتصريحاته السابقة التي تشير إلى أن مفتاح الحل لأمن الملاحة هو وقف الحرب على غزة إيران ولبنان يؤكدان بأن الحرب ليست هي الحال ونحن لم نكن بتاتا نتطلع إلى توسيع نطاقها إيران ولبنان يؤكدان بأن الحرب ليست هي الحال ونحن لم نكن بتاتا نتطلع إلى توسيع نطاقها ترجمة نانسي قنقر